انخفاض سعر صرف الدولار أمام الدينار العراقي إلى أدنى مستوى له منذ أشهر شهدت أسعار صرف الدولار الأمريكي تغيرات ملحوظة صباح اليوم الأحد في أسواق العراق حيث تفاوتت بين الانخفاض في بغداد والارتفاع في أربيل وفقاً للبيانات المتاحة انخفضت أسعار صرف الدولار بشكل قفيف في بغداد مقارنة بالأمس بينما ارتفعت في أربيل عاصمة إقليم كرودستان برصة الكفاح والحارثية انخفض سعر صرف الدولار ليسجل 146.850 دينار لكل 100 دولار مقارنة ب147.000 دينار لكل 100 دولار يوم السبت سعر البيع بلغ 147.750 دينار لكل 100 دولار وبحسب المركزي فإن هذه الفائدة قدموا لتسجيع المواطنين على إداء مبالغ بالية لدى المصارف قضل عن سحب الكتلة النقدية من خلجها سعر الشراء بلغ 146.700 دينار لكل 100 دولار غداد شهدت أسواق العاصمة انخفاضا طفيفا في سعر صرف الدولار ما قد يعكس استقرارا نسبيا أو تدخلا محدودا من قبل البنك المركزي لتعزيز الدينار أربيل الارتفاع الطفيف في سعر الصرف يعكس زيادة في الطلب على الدولار في الإقليم أو قلة في العرض في الأسواق المحلية العرض والطلب التغيرات في العرض والطلب على الدولار بين المدينتين قد تكون نتيجة لاختلاف الأنشطة التجارية أو السياسات النقدية المحلية السياسات المالية تدخلات البنك المركزي أو التغيرات في السياسات المالية يمكن أن تؤثر على أسعار الصرف الأوضاع الاقتصادية والسياسية العوامل الاقتصادية والسياسية في البلاد بشكل عام قد تؤدي إلى تقلبات في أسعار الصرف التباين في أسعار الصرف بين بغداد وأربيل يعكس واقع السوق المحلية في كل مدينة وتأثير العوامل الاقتصادية المختلفة عليها يؤثر تذبذب أسعار صرف الدولار على العديد من جوانب الحياة الاقتصادية في العراق فالارتفاع أو الانخفاض في سعر الصرف يؤثر بشكل مباشر على القدرة الشرائية للمواطنين وتكاليف الاستيراد والتصدير وحتى على الاستثمارات المحلية والأجنبية هذا يعني أن أي تغير في سعر الصرف يمكن أن يكون له تأثيرات بعيدة المدى على الاقتصاد الكلي للبلاد مما يجعل مراقبة الأسعار والتدخل في السوق أمرا حيويا للسلطات المالية موسيقى